إلى أهل البسطاء اللي مثل من رحلوا للمصارف ما يعرفون بالقوانين خلي نسخة من التعليمات اللي موجودة ويأتي إلى شخص أو يأتي إلى شخص يمكن يعرف بهاي القوانين يفاهمه حتى لا يروح وبعدين يقع في المطب قالوا 9% وبعدين صالت 12% المواطن حقه المواطن حقه المواطن محتاج إحنا الريد والدولة تريد والوضع يريد لكن ما عدنا حلال للمشاكل يشفي القلب الناس محتاجة هذا اللي يرم من بيته وهذا اللي بنينا غرفة وهذا اللي يشتري لها قطعة وهذه الساميرات يشتري لها قطعة يشتري لها 50-60 متر لو يستأخذ لها سيارة ويشغلة لو يأخذ لها شغلة ثانية الناس كلش محتاجة الآن إحنا في ظرف صعب جدا كنا نتأمل أنه الدولة تكون لديها إمكانيات وإمكانيات مالية من الوفرة المالية ويمكن بالجزء الثاني مشاهدي الكرام مع السيد حسن جمعة راح أناقش قضايا قد تتوقفون عندها كثيرا لأن أنا هذا شغلي أنا أبحث في الهدر للمال العام لأن هذا المال العام اللي ينهدر كان عيشنا ملوك بالعالم شكرا للمشاهدة